السلام عليكم ذكر اليوم خطيبنا الجمعة عدة احاديث التي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ذكر منها حديث لصحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ونليم المسبل إزارة يعني اللي يمطول إزارة اللي يمطول ثوبة اللي يمطول قمية ستكفى انتبه انتبه ترى من كبائر الذنوب الإسبال قال لا يكلمهم ولا ينظروا ليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب ونليم المسبل إزارة والمعطي المنى في عطيته في معنى الحديث والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ركزت انت على المسبل إزارة يا كذر الشباب الآن المسبلين يروح ويجي يتمشى وثوبه مسبل ولا فكر بها الحديث كفي الشيخ لا تتورط يوم القيامة قال لا ينظر الله عز وجل إليه يا أخي انت بحاجة إلى رحمة الله عز وجل في هالموقف العظيم اللي يغضبها الله عز وجل غضب ذلك اليوم لم يغضب قبله قط ولم يغضب بعده قط هاليوم العظيم هذا بحاجة إلى رحمة الله يعني ما ينظر عليك عشان يثوب يا أخي ما أسفر الكعبين من إزارة في النار يقول صلى الله عليه وسلم عشان يثوب يا جماعة الخير يا شباب ثنين سانتي يا رحم أمك واحد سانتي لا تخلي تحت الكعب خلى على الكعب اطلع من الحديث هذا واطلع من المشاكل اللي أنت في غينة عنها خلى على الكعب أو فوق الكعب واحد سانتي ثنين سانتي والله العظيم ما رح يضرك إلا نجاتي لك وأنظف ذوبك أنظف الحين شوفي اللي ذوبك طويل أنت تشوف لي أرفع ذوبك أرفع ذوبك مشوفي شلون تحت الوساخة ليه منك مرة يتفعل سياب نظفتها ليه منك رقيت مع الدرجة ونزلتها تكفى ثنين سانتي وواحد سانتي الان رح الخياط وجمع ذيابك كلها وقصرها فك نفسك لتوهق يوم من القيامة لا ينظر الله إليهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب ونريب انتبه هذا والله العظيم يعني الآن حجة خلاص أما حجة لك أو عليك حجة لك إذا رحت وغيرت حجة عليك أنا ما شدد عليك لكن الوضع خطير وضع خطير حديد رعيف والله العظيم إن يصيد هذا قدام يعني كل من سمع ولم يستجيب حجة لك أو عليك لك غيرت ما أموه لك إنك ما غيرت وقلت يا رجال الله غفور رحيم الله غفور لمن عمل الصالحات لمن تاب لمن أناب لمن غير غفور رحيم للماضي تركت أن تركت لكن مستمر شديد العقاب يا خنت لا توهق نفسك يا أخي بلا ذوب بلا خم بقى ترى حتى البناطين والسراويل داخل بتدخل بها أحطها على الكعب أو ذوق الكعب لا تتورط طع شور أخوك والله ما أليم أصلحت معك إلا أبيلك الخراج وأبيلك العابية ثانية ساعة أو واحد ساعة أو حطها على الكعب وشغله طيب